السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دا كدر ويا سرزا ويا بش مهندسين. طلابنا الاعزاء. طلاب سنة تانية سنوي. طلابنا اللي موجودين معانا. طلاب اليوتيوب. اهلا بكم في فيديو حل هومورك لسن وان. من اسئلة كتاب المعاصر. ربنا ان شاء الله ما يتأخرنا عادة. ويوفقنا ان احنا نقدر نوفر وقت. ونحل في كل اسئلة المعاصر. ان شاء الله خلال الاسبوع ده. الاسبوع ده. هننزل لسن وان ولسن تو. والاسبوع الجاي ثري وفور. عشان بعد كده تكون حضرتك جاهز لامتحان الشهر. بتاعنا. امتحان الشهر امتحان تقيل. وفيه فلوس كتير. احنا عايزينا تجهز وتزبط نفسك. عشان فيه اسئلة ضرب نار يا حبيبي ضرب نار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول فيديو واول حل اسئلة. لليسن وان في كتاب المعاصر. وارجعنا لكم تاني يا داكاترة ويا سادزة ويا بش مهندسين طلبنا الاعزاء. فيه اسئلة في الاول سهلة قوي. يعني بقولك بتتكون من ايه شباب? ها? والله يحرقوا واير وداست وفاير. اكيد اريستو. اكيد اريستو. طيب. في اسئلة هابلة شوية. طيب السؤال اللي بعده. ساينتست هو ريجيكت. كونسيبت اف ااتوم. اه رفض كونسيبت اف ااتوم. اكيد برضو اريستو. هلو جدا جدا جدا. السؤال اللي بعد كده. ها يا داكاترة اول واحد ادنا اول ثيري عن الكمبزاشن بتاع الاتوم. اول ثيري عن الكمبزاشن بتاع الاتوم كان هو دالتو. اول ثيري. لكن مش اول ثيري معمولة على ساينتفيك اكسبيرمنت. سؤال حلوة قوي. ساينتست. هل اول واحد يا شباب اتكلم عن الكمباوند كان بايل? لأ. قلنا بايل قسم الحاجة الحاكتين. وحاجة تانية اسمها يا شباب. حلوة قوي. يبقى كنسل بايل. طب هل هو دالتون? اه يا مستر. الاجابة الصحة يا دالتون. اول واحد اتكلم عن الكمباوند هو العالم الكبير اللي اسمه ايه? اللي اسمه دالتون. دكتور اللي عايزه الغالي. ركز معايا. معادة. كل دول من ضمن الكلام بتاع دالتون. معادة ايه? حلنا السؤال ده بكده مع بعض. هل الاتوم في المنت كنتين بروتونز? لأ. اللي قال الكلام ده هو رادر فورد. هل الماس بتاعت الاتوم في سيم المنت ار سيملر? اه. يبقى ده تبع دالتون وده تبع دالتون. وده تبع دالتون. ها. اه. 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 الاجابة الصحة تكون هي الاجابة ايه? طب السؤال اللي بعد كده يا دكتور العايزه الغالي يا رئيس قسم الكامستري. سؤال نمبر سيكس. بيقول له حقيقة دكتور العايزه الغالي. اتفق دالتون فيها. او اتفقت اجري مع دالتون بوستيوليتز. مين في دول اتفقت مع دالتونز بوستيوليتز. هل ان الاتوم which are found in assemble of chlorine ها الاتوم اللي موجودة في السائف الكولورين شبه اللي موجودة في السالفر? لا. هل البروبرتي بتاعت المولكول of hydrogen and oxygen differ from their property in water molecule? والله دي ممكن تبقى صح. يعني سؤال نمبر سيكس ممكن يبقى بيه صح? البروبرتي بتاعت الهايدروجين والاكسجين بتختلف عن البروبرتي بتاعت الووتر molecule? خلانشوف الباقي. هايدروجين can't be combined with oxygen to form motor? can be combined to form motor molecule in more than one American ratio? لا. هي H2O مفيش غيرها. atoms which formed from magnesium element is tiny. مين في دول بقى? تبع دالتون. احنا طبعا كانسلنا A و C. طب اتبقى قلنا B و D. atom is tiny ايوة دي دالتون قالها. بس دالتون ما قالش ان البروبرتي بتاعت مين? بتاعت الالمنت بتختلف عن الكمباوند. فدي كلمة ممكن تكون صح بس مش دي تبع مين? مش تبع دالتون. ده بنسبة لسؤال نمبر سيكس. هلو قوي. دكتور اللي عايزه الغالي سؤال نمبر سيفن. بتقول لحضرتك فيها. the ratio بتاعت. the ratio. the ratio بتاعت. the number of hydrogen atom. the sulfur atom. in H2S hydrogen sulfide. to the one. this consistent. او الحاجة دي. من ضمن البوستيوليت بتاعت مين? اكيد بتاعت دالتون. دالتون هو اللي قال الكلام ده. طيب. السؤال اللي بعد كده يا شباب. number eight. بيقول لحضرتكم دالتون. ها. دالتون theory. ما اتفقوا مع ديموكراتس. CONSURT. مع ديموكراتس. فانهي فكرة. هل ان الالمنت ما عندوش اتم? لا. الالمنت عنده اتم. هل. هل الالمنت ما عندوش اتم? قلنا لا. الالمنت عنده اتم. compound format from combination of element by constant ratio. لا. ما اتفقواش في ديم. اتم فيها space. لا. اتم indivisible. اه هي الاجابة الصحة. هتكون هي الاجابة دي. السؤال اللي بعد كده يا دي كاترتنا ده الجزء اللي بعد كده. الجاز بيوصل كهذا امتى? لما يكون عند low pressure? و high temperature. او high electricity. هايدوجين عند normal condition? لا. نيون عند ال decomposition? لا. ارجون عند ال high pressure? لا. عند ال low pressure? اه يبقى لجابة الصحة تبقى دي. عشان دي ال conditions اللي احنا نحتاج لها. دكتور اعزو الغالي سؤال number ten. بيقول لك لما ال potential difference between two electrodes of this charge tube reach بتوصل ل ten thousand volt. احنا بنلاحظ ايه? لما بتوصل ل ten thousand volt. هل electric conductivity of gas decrease? لا. increase. هل resistance of the gas resistance of this gas in tube increase? لا. بيحصل فلاش عند الكاثب? لا عند الانود. فلاش occurs عند ال wall of this charge tube? اه. الفلاش ما عليش انا ااسف ما بيحصلش عند الانود. بيحصل عند ال wall بتاع ال this charge tube. اه بيطلع كده. وبيخبط هنا. وبيكون هنا الفلاش او بيظهر هنا يا ده كاترة الجزء بتاع الفلاش. سؤال ده كان موجود عندنا شبهه في المنزمة بتاعتنا. بيقول لك ال aparatus او الجهاز اللي قدامك ده. ها بيوضح بيقول لحضراتكم the apparatus which illustrated in the opposite figure doesn't produce cathedries. مش بيطلع cathedries. الموديفكيش اللي انا لازم اعمله عليه عشان يطلع علينا cathedries. هل اعمل الالكترود اه of the source of electricity? هوصل الالكترود بصورة الكهربا? لا. اعمل الالترنينج يعني? او الالترنينج? الالترنينج الالكترود اه مع السورس او الالكترستي? هو اكيد متوصل الالكترستي اه. هيتنج الانود? لا. بستخدم current source ما كانت current source? لا. discharging the air from the tube? discharging? اه هعمل discharging الair. هعمل discharging هقلل الموجود عندي واطلع كل الهوى واسيب الجاز اللي عندي بس الواحدة. يبقى اللي جابة الصحة تبقى دي اللي هي discharging the air from the tube. دكتور العزول غالي السؤال number 12 بيقول لحضراتكم. اثبتت هل الاتوم سولد? ممكن. فيها space? لا. فيها post of charge nucleus? لا. فيها نيجتيف لتشارج الالكترونز? اه. هي اثبتت ان فيها نيجتيف لتشارج الالكترونز عشان كده بنقول للنظرية دي صحة في الجزء ده. دكتور العزيز والغالي رئيس قسمة كامستري. بيقول لحضراتكم. كاثود ريز. ها. كونسيست of very fine particles. كولد ايه? كولد الكترونز. حلوة قوي. استاذي. ها. كاثود ريز. عندها. عندها ماس قولي? لا. عندها تشارج قولي لا. عندها ما عندهاش لا ماس ولا تشارج لا. عندها ماس وتشارج. ايوة. الاجابة دي هتكون هي الاجابة الصحيحة. سؤال نمبر ففتين. بتاعة الكاثود ريز. هل عندنا بتاع الكاثود ري هيبقى بوسطف بوسطف كاثود? الكاثود عندنا بوسطف ولا نيجاتف. لا الكاثود مصر عندنا نيجاتف. طب نيجاتف عند الانود? لا الانود بيكون بوسطف. طب بوسطف عند الانود? ماشي. ها? بتروح ناحية الكاثود? لا. بيبقى نيجاتف كاثود? الكاثود دايما بيكون نيجاتف. الكاثود دايما بيكون نيجاتف. وها بتروح ناحية الايه? الانود. سؤال من جميلة جدا سؤال number 15 سؤال number 16 بيقولك when there is no magnetic field or electric field بيأثر على tube of cathodry then the rays مفيش magnetic or electric field إلا هيحصل في ال rays هل not formed لأ هل travel in a straight line أيوة مستر travel in a straight line دي الإجابة الصحة سؤال number 16 سؤال سؤال بيألك when beam of cathodrys fall on sheet of platinum لما بينزل على sheet من البلاتنم cathodrys عندها thermal effect يبقى temperature decrease لأ temperature increase temperature not change لأ broke down لا يبقى الإجابة الصحة بالنسبالي في سؤال number 17 هي الإجابة ب temperature will be increase دكاتريتي وأسات زيتي يركزوا معايا the rotation of light المروحة اللي عندنا light battle البادل الصغير العجل الصغير of micro اللي موجودة في cathodrys أثبتت لنا إيه thermal effect لا negative charge لا positive charge لا إن الإلكترون عنده mass والمس دي بتتحول لحاجة اسمها kinetic energy وبتمشي في street line اللي هي الكاثدريس سؤال number 19 بيقول لحضرتك term of electron not known at the time of the statement any كلمة إلكترون مكنتش معروفة لحد إمتى راذر فورد لأ بور لأ تومسون هو اللي عرفها او لحد مين لحد بور يبقى الصح في سؤال number 19 هي الإجابة C دكتوري رايزو الغالي سؤال number 20 which of the following من ضمن بتاعت الاسترونج أو الاسترونج اثبتت لنا إن cathodry exist in all materials أكيد أعرفنا إن cathodries موجودة في كل الماتيريال مش عشان عندها ثرمة الإفكت ولا عشان بتتحرك في street line ولا مكونة من verifying particles لا عشان لما غيرت المادة اللي عندي هي ما تغيرتش عشان هي don't differ في الbehavior والنيتشر حتى أو الماتيريال اللي عندي change it لما غيرت التيوب بتاعتي شيلت الهايدروجين وحطت اوكسجين حطت اي ماتير او اي element او اي اتم انجاز US state طلعت لي نفس الحاجة وبقى ايزا هي موجودة في كل الاتوم بتاعت نفس الماتير سؤال بعد كده يا شباب سؤال number 21 particles like character of cathodries indicated by a their ability to move in a straight line هل indicated by their ability ان هي بتحرك في straight line لا their ability induce the flash ممكن particles ثانية تعمل induce the flash ممكن particles كتيرا تحرك في straight line بس الميزة اللي فيها ان هي عندها negative charge فبيحصل لها defeat لما بنستخدم electric or magnetic field field وكمان ان هي عندها negative charge سؤال number 22 بيقولك electric electrical neutrality first mentioned in A اول واحد قال ان الاتوم عندها electrically neutral charge كان مين على طول مش ديموكراتس ولا دالتون ولا بويل اول واحد كان تومسون السؤال بعد كده يا دكاترتنا وياسات زيتنا metallic sheet اللي استخدمناها في rather for the experiment lined with layer of مين with zinc sulfide خلي بالك الزينك بتو والسالفر بتو سؤال number 24 scientists use radio activity phenomena اللي هي الهيليوم نيوكلوس الهيليوم كان بتبقى هنا تو وهنا فور يا دكاترة وياسات زيت بشمانسي الساينتست اللي استخدم الالفاريز ها عشان يعمل identify للcomposition بتاع الاتوم مين الساينتست هل هو دالتون لا ولا تومسون راذر فورد في الاسبرمينت بتاعته البروفيسور كبير 25 راذر فورد theory أثبتت في اول مرة ليها ان الاتوم indivisible لا ان الاتوم neutral لا ان الاتوم فيها space a وجواها حاجة صغيرة اسمها نيوكلوس دي اهم حاجة دكاترة لنظرية راذر فورد 26 which of the following observation بتوضح لنا an invalidity ها بتاعت الاتوم ان هي solid اللي أثبتها تومسون ودالتون division of some alpha particles لا penetration small ratio لا reflection of small percent of alpha rays لا appearance of flashes بيظهر flashes كتير قوي على zinc sulfide ايوة يبقى الاجابة الصحة تبقى هي الاجابة دي سؤال number 27 بيقول لحضرتك in the experiment which illustrated in the opposite figure في ال experiment اللي انت شايفها في figure اللي قدامك ده x دي بتعرفك ايه مش في جزء يمشي كده يكمل وفي جزء حصله deflection شايفينه اهو لكن x ده رجع تاني بتعرفك presence of the dense part in the atom and most of atomic mass concentrated in it ايوة عشان the dense part ده ما خلاش الالفا ريز تعدي لما خبط فيها ورجع التاني مع ان الالفا ريز عندها penetration power بتعتبر medium يعني مش قليلة بس هو وقفها يبقى الاجابة الصحة في 27 هي الاجابة ايه هال presence of negatively charged particles revolving around the center of atom لا مازلتشي دي خالص presence of protons inside the atom لا اتم not solid particle لا هي الاتوم مش solid particle ماشي بس انا بكلم على الحيط دي فيهم ده قصدي يبقى لازم اتعود واعرف انا اختار ايه ازاي وبالضبط rather for the experiment بيقولك الدفليكشن small fraction بيحصل دفليكشن small fraction of alpha particles بيعرفنا الاتوم فيها ايه الالكترون لا اكيد نيوكليس ده بنسبة لسؤال رقم 28 سؤال رقم 29 بيقول لحضراتكم gold foil experiment current rather for the lab ها اثبت اثبت التومسون ولا اثبت الدلتون ولا اكتشفت النيوكليس ايه اكتشفت النيوكليس بس صح بتاع سؤال number 28 سؤال number 30 بيقول لحضرتك which of the following postulates تبع rather for the model لكن مش تبع تومسون اتم سفير عندها uniform positive charge لا دي تبع تومسون بس اتم contain negative charged electrons تبع تومسون اتم contain positive charged nucleus ايه اي حاجة فيها نيوكليس وراثر فورد الزاقهم في بعض rather ford الزاق في كلمة نيوكليس من غير ما تقرأ حلوة قوي سؤال number 31 بيقول لك rather ford experiment ratio of the number of penetration alpha rays two alpha particles two alpha particles نسبة اللي بيعدي اللي بيحصل له return back اللي بيعدي اكتر يبقى اكيد more than one يا بكاترة ويا سادزة ويا بش مهندسين حلوة قوي السؤال اللي بعد كده scientist who designed the first atomic model on tertial basis يعني على اساس علمي عملي experimental on experimental او on experiment اكيد راثر فورد او هو اللي عمل اول theory على اساس scientific experiment سؤال number 33 scientist who discovered that electron عندها negligible mass compared to that nucleus برضو العالم اللي اسمه راثر فورد عشان هي ما تقصرتش او ما اقصرتش على alpha rays طول العيز والغالي رئيس قسم chemistry سؤال 34 راثر فورد model بتاع الاتوم هل راثر فورد لحد الوقت الموديل بتاعه موجود؟ هو في جزء منه موجود بس في جزء كبير يتغير هل assume the atom is solid؟ لا exibling the ionic spectrum بتاع different element لا دابور اللي جاء اللي بعدين assumed that the charge of the electron equal the charge of nucleus ايوة قالت كده ان الشارج بتاعت الالكترون بتسوي النيوكليوس وقال ان هما بيكونوا neutrally charged وقالوا برضو مين تومسون من قبله سؤال number 35 بعد ما بنعمل راثر فورد experiment باستخدام gold بتاع الالفا بارتكالز كل دول بيبقوا صح معادة بعد ما بنعمل تجربة راثر فورد small size of the nucleus of the atom هل النيوكليوس في الاتوم عندها small size؟ ماشي صح أثبتنا ده charge of nucleus post atomic mass of ailment لا دي ما أثبتنهاش movement of electrons around the nucleus دي أثبتنا ان هي بتلف بس ما قدرناش نحدد الطريقة اللي بيها الالكترونز rotate بس احنا أثبتنا ان فيه movement بتاعت الالكترونز سؤال number 36 when alpha particles will cathodray ex supposed to electric or magnetic field cathodrays بتكون negative والالفا rays بتكون positive لما هما الاتنين بيتعراضوا المagnetic field هل بيمشوا في نفس الاسبيت؟ مناش دعوا بالاسبيت وما جبناش سرطة هل بيعدوا in opposite direction to each other؟ آه صح يا مستر هما الاتنين بيمشوا في opposite direction واحد positive والتاني negative فبيمشوا عكس بعض هل بيمشوا مع بعض في نفس direction؟ لا لا not affected by ether of them؟ لا يبقى الإجابة الصحة عندنا هي الإجابة B سؤال number 37 each of the following is passed in electric field alpha rays cathodrays group of nuclei of the atoms of different elements one alpha rays قلنا alpha إن هي بتكون positively charged cathodrays negatively charged نيوكليس عندها بوستر واحد deflected أول واحدة يا دكاترة و يا سلزة و يا بش مهندسين deflected two word بوستر؟ لا canceling طب بيه أول واحدة deflected towards negative صح طب التانية two word بوستف؟ صح move in straight line التالتة؟ لا deflected towards the negative؟ آه صح بوستف؟ صح two word the negative أيوة عشان فيه اتنين بوستف؟ فيه اتنين بوستف واحدة negative يبقى الإجابة الصحة تكون هي الإجابة C تكاتريتي و يا سلزتي سؤال number 38 ها بيقولك من ضمن الفيلر بتاع رثر فورد أتوميك موديل they don't explain ما قدرش ان هو يوضح لنا the nature of the movement of the electron around the nucleus صح ما قالش اسم معافة الثياري بتاعته زي ما احنا قلنا وقلنا قلنا القصة والحكاية دي الدكتور اللي عايزو الغالي فيه أسألة اسمها أسألة أول سؤال بيقول لحضرتك يا دكتور اللي عايزو الغالي في أسألة ليه الكاثدريز؟ لازم تبقى موجودة عند عشان كل الجازز عند كل الجازز عند مش بتوصل الكهرب لازم احطها عند ظروف معينة هي الكنديشنز دي هتكتبلو الكلام دا وتقولهوه كاثدريز ليه سمينا الكاثدريز بالاسم ده؟ as it emitted from كاثد من عند البول بتاع الكاثد فعشان هي امتد أو هي بتطلع من عند الكاثد عشان كده سميناها بإيه؟ باسم الكاثدريز سؤال نمبر ثري بيقول لحضرتك alpha raised when exposed to magnetic or electric field ها in direction opposite to the cathedra عشان الالفة عشان الالفة عندها postive charge نيوكليز بتاعت الهيليم لكن الكاثدريز عندها negative charge عشان كده بيبقوا ايه؟ عكس بعض في الـ direction بتاعتك سؤال هنا نمبر فور بيقول لك زينك سالفايد بيعمل غلو عشان زينك سالفايد بيعمل غلو لما بيخبط في مين؟ في الآفة ريز نمبر فايف بيقول لك طبعا كيف نكتوبها عندك في الإجابات تاعته في المودل أنصل بس أنا مشرح لك الإجابة عشان كيف نستطيع مكتبها عشان هو اعتبر أن النيوكلياس شبه الصن والإلكترونز اللي بتعمل شبه البلانتز السؤال هنا بيقولك ليه الإلكترونز بتنزل في النيوكلياس مهم قوي السؤال ده عشان الإلكترونز بتتأثر بإيه حلو أبي السؤال هي بيقولك إيه اللي هيحصل الكاثدريز مش هتطلع ليه عشان الجازز هي هتوصل الكلب في كونديشنز معين سؤال نمبر فورتي ون بيقول لحضرتك كاثدري ايكسبرمنت وات هابن وين بلاتفنم إلكترود ها ريبليز دباي كبر لو شئنا البلاتفن وما حطنا مكانها الكبر مش هتتأثر ليه عشان هي موجودة في أي ألمنت أو أي أتم تفاهمين قصدي؟ فهي مش هتتأثر لأن هي موجودة في أي ألمنت أو أي أي أو أي أتم سؤال نمبر فورتي تو دياجرام which illustrated rather for the experiment دياجرام ده شباب ها وان واي ري وان ليه ري وان فين ري وان دي باؤنس باك أكيد عشان خبطت من نيوكليوس ري ثري حصدها ديفيجن ان نيوكليوس عندها بوستيفلي تشارجد بارتكيل نيوكليوس عندها بوستيفلي تشارجد بارتكيل السؤال ده كان عندنا في الهومورك وحلينا شبهه قبل كده تكاترتنا وأسازتنا آآ هنا بنكون خلصنا مع بعض كل أسئلة آآ في كتاب المعاصر خلي بالك من حاجة بس أهم مجد خلاله بس ده نحاول على الأدب يدار نستمر ونوظف لحضراتكم على الأسئلة وهم جدا لحل أسئلة المعاصر عندنا الأسئلة عندنا في الملزم بتاعتنا كتير عادتها كتير قوي بتثبت المعلومة عندك هنا في المعاصر في أفكار بتثبت المعلومة وهم منك تسمع الاثنين تشوف الاثنين ما تخليش مذاكرتك من مصدر واحد لو تعرفت هبعت لك بدي اف المعاصر تسمعه وتشوفه وتحل عليه وتشتغل معايا يحتاج منك الملزم بتاعت عشان تذكر منها بس هبعت لك بدي اف المعاصر عشان تحله مرة واثنين وتلاتة وتراجع منه وتذاكر أفكار هنا وأفكار هنا أسئلة هنا وأسئلة هنا في الآخر ان شاء الله بإذن الله تكون قدرت تتلم كل أسئلة المنهج اللي انته محتاجا دكتور العزو الغالي قائس قسم الكامستري يارب تكونوا استفدتم من الفيديو ده يارب يكون الفيديو ده فاتكم ان شاء الله بإذن الله استنوا مننا فيديوهات تانية كتير وشارحة تاني كتير واستنوا تابعونا على الصفحة بتاعتنا دكتور مصطفى القاضي تابعونا على الواتساب في جروب عاملينه على الواتساب هندخل الناس في بتاعة تانية سنة وكلها فيه فيديوز دي نازلة قناة على الواتساب بشكل جديد الواتساب عامل زي كده زي التليجرام كده عامل حاجة زي التليجرام قناة هنتابعونا فيها هنزل لكم اللينك بتاعها واسمها وتخشوا على الواتساب بتقدروا تخشوا منها عن طريل الواتساب دي احنا هنبعته لكم بتعليمك القناة بتاعتنا هنزل حقكة من شاء الله الفيديوز دي ان شاء الله بإذن الله تقدروا تستفيدوا مننا سواء في اليوتيوب او في الواتساب او في الصفحة بتاعتنا من الفيديو تحل المعاصر خلي بالك الكلام ده هيفيدك السنة دي وان شاء الله بإذنها السنة الجاية ولاي الأول الناس اللي بتحلل المعاصر في تلتة سنة الحمد لله الحمد لله بكل توضع يعني كده بكل توضع احنا منحل اولى وتانية وتانية سنة في كل الكتب وخصوصا كتاب المعاصر عشان الناس كلها تستفيد ونخلي الحاجة دي كده عمل كده خالص لوجه الله يعني طبعا لوجه الله طالبين بالجزاء والسواب من عند ربنا لكل طلابنا اللي محتاجين يسمعوا حل المعاصر فاحنا منعمل حاجة دي كل الناس يستفيدوا منها ويفيدوا زمالهم وتبقى حاجة كده لكل الناس تقدر تستفيد منها لو محتاجين اي حاجة تاني اكتبوا لنا في الكومنت سباحنا ان شاء الله بإذن الله هننزل لكم ونبعط لكم نكون معكم عن التواصل بقيتو لنا اي حاجة انتم محتاجينها ان شاء الله بإذن الله هننزلها لكم وتكون موجودة عندكم تكاترتنا والسزتنا طلابنا العزاء طلابسة تانية سنوي نقدر لكم دلوقتي الفيديو بتاعنا خلص التوفيق ليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة